ونبدأ حضرتك بزيارة الرئيس الرواندي والعلاقات المصرية الرواندية هو الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت حضرتك عرضت وماشى عريضة جدا من العلاقات المصرية الأفريقية ولكن اللافت للنظر والذي يجب أن نتوقف عنده ونسجله هو أن مصر الكبيرة إفريقيا والكبيرة شرق أوسطيا والكبيرة عربيا وإسلاميا عادت إلى كل هذه المحافل الهمة ومصر دولة إفريقية بالأساس ساندت كل الدول الإفريقية وغبنا عن إفريقيا لمدة طويلة لا تقل عن عشرين سنة ثم عادت مع القيادة السياسية الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى إفريقيا ما لم تعطيه مصر خلال تلاتين سنة قبله وبالتالي ترى إفريقيا في الرئيس السيسي زعيما إفريقيا تحتاج إليه القارة في عرض مشكلتها وقضاياها في المحافل الدولية وزيارة أمس لرئيس رواندا تؤكد تحول مصر إلى علاقات ودية مع كل الدول الإفريقية وبدون تنافس أو صراع صحيح وجدنا مصر تضع يدها في يد كل الدول الإفريقية من شرقها لغربها بنروح جنوب إفريقيا بنروح جيبوتي بنروح مدغشقر بنروح دول غرب إفريقيا والإكواس طبعا هي منظمة هيلة جدا بتضم دول غرب إفريقيا طبعا بالإضافة لعلاقاتنا مع دول شرق النيل ودول حوض النيل والقرن الإفريقي مرعاة للأهمية الاستراتيجية لهذه الدول بروح مع حضرك لنقطة تانية دكتور وهي نشاط الاتحاد العربي للتدريب والتنمية ودوره في نشر ثقافة تنمية العلاقات التجارية البينية العربية العربية والمصرية الإفريقية أو العربية الإفريقية هو لاحية الاتحاد العربي للتدريب هو عضو والتحاد نوعي متخصص في الدراسات والأبحاث والتدريب يعني بناء العنصر البشر بناء الإنسان وهو تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية المنظمة العربية الوحيدة تقريبا العضو في منظمة التجارة العالمية وهو مجلس الوحدة مقره القاهرة كعادة كل المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية والإفريقية التي تستضفها القاهرة بود وإخلاص وعمل الاتحاد يعمل في نطاق 22 دولة عربية هم الأعضاء في جمع الدول العربية والاتحاد يعني بالدراسات أيضا وبالأبحاث ومن خلال هذه الدراسات والقاهرة مقرها الافريقي دولة افريقية بامتياز نسعى دائما إلى وضع الضوء والقاء الضوء على فرص الاستثمار في افريقيا العلاقات المصرية العربية العربية الافريقية وهذا المثلث الهام مصر افريقيا الدول العربية ومن هذا المنطلق يعني الاتحاد ببناء الإنسان المصري والعربي والافريقي أيضا تمام هنتكلم بقى على الفرص الاستثمارية الفرص الواعدة بين مصر وافريقيا من خلال دراساتكم بقى اللي بتعدوها ونترحها للسيد المشاهد الكريم الحقيقة ده سؤال في غاية الاهمية سؤال حضرتك لان افريقيا ليست فقط قارة المستقبل كما كنا نقول منذ سنوات ولكني اراها قارة الحاضر لذلك يتنافس عليها المتنفسون فرأينا ان هناك منتدى صيني افريقي وهذا بدأ من اوائل القرن الواحد وعشرين وهناك منتدى حديث روسي افريقي وهناك الماني افريقي كل هذا ليس مصادفة حتى فرنسا تهتم بافريقي ولكن مصر وضعها مع القرى الافريقية وضع مختلف لان احنا تأسست لدينا ومع الاخوان والاشقاء في افريقيا علاقة تاريخية لا يمكن لاحد ان يزيد عليها او ينافسها على الاقل الفرص الافريقية كبيرة وهذه القرى الغنية بالثروات المعدنية والغنية بالارقام تاني اكبر قرى في العالم هي تاني اكبر قرات العالم من حيث المساحة والسكان ايضا وبالتالي فهي سوق كبير وضخم تأتي في المرتبة التانية بعد قرة اسيا مساحتها تبلغ تلاتين مليون واثنين من عشرة كيلو متر مربع وهذا يعني اننا امام جزء ضخم من العالم لا يمكن تجاهله كما انها تمثل ما يقرب من عشرين واربعة من عشرة من اجمالي مساحة اليابس ودي دراسة حرست على اعدادها لافريقيا حتى نتحدث عن علم السيد المشاهد لا يعلم دائما نتحدث ان الصين دولة ضخمة ان امريكا دولة ضخمة الهند دي اكبر تلات دول في العالم في الزاكرة اقول لحضرتك ان افريقيا اذا وضعنا عليها الدول نجد انها تستوعب الصين كاملة والهند كاملة وامريكا واسبانيا والمانيا ولسه وفي دول اخر اذا هي ده اقارة لها اهمية استراتيجية كبيرة وايضا لديها ثروات ما زالت في بطن الارض يسعى الجميع اليها في ظل حروب الطاقة وحروب الازمات الجديدة